أبدأ بسم الله الدين أمدح فخرا الشجعا عظيماني في الإيمان سرجيوس وواخوس كان من جنود مكسيميانوس الجاحود يعبدان رب الجنود سرجيوس وواخوس الملك عبد الأوثى غضب على القديسين لأنهما من أهل الإيمان سرجيوس وواخوس الملك أنطيوخوس عذب أنبا واخوس عذب قاوي محسوس سرجيوس وواخوس واخوس ذباحوا وبالحجرة ثقلوا وفي نهر الفرات طرحوا سرجيوس وواخوس قذفته المياه إلى شاطئ الناجة بأمر الرب الإله سرجيوس وواخوس بالقرب من قديسين سكين وبرين وهم أيضا أخوين سرجيوس وواخوس فأخذ القديسان الجسد المنصن بكرامة مع إيمان سرجيوس وواخوس أما عبد القدس الطاهر سرجيوس فحزن على المأنوس سرجيوس وواخوس فرأى في المنم واخوس أخه في سلام في مكان جميل بتمام سرجيوس وواخوس قبض الحاكم عليه وضع المسامير في رجله وشده من ياده سرجيوس وواخوس أرسلوا للرصافة إلى حاكم أشد قساوة ليعذبوا بكل جسر سرجيوس وواخوس ربطوا في أذناب الخلفة سلدام الجليل على اسم عم منويل سرجيوس وواخوس فصادف صبية امرأة تاقية عذراء مسيحية سرجيوس وواخوس رأت ما هو في فحزنت وبكت عالي فقلها بفيه سرجيوس وواخوس تعالي يا أختي خلفي لتأخذي جسدي وتستوري عظمي سرجيوس وواخوس تبعته الصبية إلى حاكم هذه النحية فرحت بالعاطية سرجيوس وواخوس فحاول إقناعه بالعدل عن إيمانه حفظا على حياته سرجيوس وواخوس فلم يقبل منو أمر بقطع رأسه فأخذت العذراء جسده سرجيوس وواخوس في مدينة الراصة فابنوا على جسد كنيسة عظيمة وبديعة سرجيوس وواخوس طوبكم يا شجعان يا عظمان في الإيمان وننل منو الغفران سرجيوس وواخوس تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله القديسين سرجيوس وواخوس عنا أدماعين آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ أكسيوس ني مارتيروس سرجيوس ني موأخوس